في اليمن أكد زعيم وانصار الله سيد عبد الملك الحوثي أن الإعلان الدستوري جاء ليعالج حالة الفراغ رئاسي التي كان سيترتب عليها فوضى عارمة في البلاد وأزمات فضيعة الحوثي وخلال خطاب وجهه مساء اليوم أكد أن ثورة الشعب اليمني لا تعبر عن مكون واحد من مكونات المجتمع اليمني وإنما تعبر عن كل الشعب اليمني خطوة الإعلان الدستوري كانت خطوة ضرورية وخطوة موفقة وخطوة مشروعة وخطوة مهمة ولم يكن من خيار آخر الذي سبق الإعلان الدستوري هو حالة فراغ حالة فراغ متعمدة استقالة الرئيس واستقالة الحكومة كان الهدف منها تعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بواجبها بمسؤولياتها تجاه هذا الشعب القوى السياسية للأسف الشديد لم تتعاطى بمسؤولية كما ينبغي تجاه حالة الفراغ فتبابر كما يتطلبه الوضع وكما تفرضه المسؤولية ومن يلتفت إلى الشارع اليمني ويتأمل في المشهد الثوري يدرك يقينا أن هذه الثورة لا تعبر فقط عن مكون واحد أو تيار واحد أو مناطق محددة فقط لا هي تعبر فيما تعبر عنه عن هموم كل هذا الشعب وتعبر عن آلام كل هذا الشعب عن تطلعات كل هذا الشعب ولا تسعى لتحقيق مكاسب تقتصر على مكون هنا أو مكون هناك